بسم الله الرحمن الرحيم الفلزات القلوية الفلزات القلوية هي عناصر المجموعة واحد اي درسناها من قبل وقلنا ان ترتيبها الالكتروني دايما ينتهي بان بي صح لأ ينتهي بان اس ون واذا تذكرون كان فيها الهيدروجين الليثيوم الصوديوم البوتاسيوم الروبيديوم السيزيوم والفرانشيوم ملح كلوريد الصوديوم معروف لهو ملح الطعام وين نلقاءه هو ويا بقية لملاح القلوية نلقاهم كلهم في مسطحات الاملاح القلوية شن هي املاح هذي المجموعة اللي قلناها املاح الليثيوم واملاح البوتاسيوم واملاح الصوديوم والشباب نلقاهم في مسطحات الاملاح المائية كذلك نلقاهم في المناطق الجوفية تحت سطح الارض وطبعا هذا اللي ما يحتاج اقول لكم اياه ان نلقاهم في مياه وين البحر انزين سؤال يمكن يكفي الامتحان كيف تكونت رواسب هذه الاملاح في المناطق الجوفية تحت سطح الأرض أقول لي أنه كان فيه بحر أول هنا وتبخر لازم تعرف أن أملاح الفلزات القلوية تذوب بشدة في الماء يعني تذوب وايد كميات كبيرة تذوب في الماء مياه الأمطار تذوب هذه الأملاح الموجودة في التربة وتحملها الأنهار إلى وين إلى البحر شوف منظر النهر هذا ودك تقطل هذا وتروح تسافر تقعد على هالنهر أكبر مصادر ملح الطعام مثل ما أنتوا عارفين هو ما يشنو البحر شنو الخواص الفيزيائية مالت الفلزات القلوية أول شي إن لها بريق شحلاته شوف السيزيوم هذا شلون يلمع كذلك إنها توصل الحرارة وتوصل الكهرباء شرايك بس بالصورة طاقة تأيونها وسالبيتها الكهربائية وكثافتها كلهم من خفضين تذكرون الجدول لما كنا نقول كل ما مشين بهالاتجاه شيصير تزيد السالبية وتزيد طاقة التأيون تزيد كذا هذه لكاهم أول مجموعة معناتها هم أقل ناس في التأيون السالبية والكثافة وغيرهم أيني السؤال بالامتحان يقول لي علل طاقة التأيون السالبية الكهربائية منخفضة للفلزات القلوية أقول بسبب وجود ألكترون ضعيف في الارتباط بالنواة هذا الألكترون البعيد ارتباطه بالنواة هنا ضعيف فسهل أني أطلعه في طاقة التأيون تكون خربوطيشن كذلك من خصائصها الفيزيائية درجة انصهارها منخفضة شنو الانصهار وقف وقف طالب عاشر صح ركز وياي وشغل مخك انصهار يعني أي بالشي وأسخنة المادة الصلبة أسخنها 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 لين تسيح تنصهر هذا حديد تصدق هذه الصورة اللي هني صورة حديد منصهر طالع شلون أعوذ بالله من نار جهنم طالع شلون لما يسيحش كثرة درجة حارة هذا وايد عالية معناته هذا اسم انصهار لا يطلع لي واحد يقول الذوب الذوب يعني أحطها بالماء والذوب لا مثل الشكر بالماء الشكر بالماء هذا الذوبان احنا هني قاعد نتكلم عن شنو الانصهار وليس الذوبان درجة انصهارها شنو منخفضة كذلك هي لينة ويمكن ممكن سهل أني أقطعها بالستين اللي هي الفلزات القلوية هذا صوديوم مقطوع بستين لها خاصية اسمها خاصية أطياف الانبعاث مرت علينا من قبل صح هي أنه لما أنا أشب فيها أو لما أسوي لها تفريغ كهربائي تعطيني ألوان وايد حلوة الليثيوم يعطينا لون وردي الصوديوم يعطينا لون أصفر البوتاسيوم يعطينا لون بنفسجي لما نحرق أملاحهم مرة ثانية إيش لون نقدر نسوي خاصية أطياف الانبعاث هذه الفلزات القلوية أول طريقة أن نمرر تفريغ كهربائي عبر بخارها يعني نسخنها نسخنها لين يصير فيه بخار طالع منها هذا البخار نمرر فيه تفريغ كهربائي تعرف هذه السالفة اللي تحط قطب هني وقطب هالصوب يمر بينهم تزد تشري كهربائي حلوة تزد ولا ما حلوة المهم فيمر عبر البخار فيعطيني اللون اللي شفناه توا أو بوضع قليل من أحد أملاحها في وسط لهب موقد بنزين يرحم أمك يعني احرق واحد من الأملاح علل استخدام الفلزات القلوية واستغلال خصائصها ينذر بالخطر الله أكبر يا أخي أسلوب الكتاب هذا أودك تحرق المهم لأن هذه الفلزات نشطة جدا شنو يعني نشطة جدا يعني تتفاعل مع كل شي حولها فهي خطيرة ما هي أهم خصائص الصوديوم إجماعة الخير أول شي درجة انسهارة منخفضة وهذه قلناها من قبل درجة غليانة مرتفعة التوصيل الجيد للحرارة لما نقطع الصوديوم بسجين سطح الصوديوم المقطوع حديثا هذا لامع وله وميض فضي تشوفون لو أنا فضي وفي لمعة هو فيه بسم يعني ما أدري المهم إنه في لمعة خلاص في لمعة بينما هذا كله ما في لمعة ليش هالصوب ماكو لمعة قال لك علل ينطفئ لمعان الصوديوم بعد قطعه بفترة يعني هالأماكن هذي شفيها تشذي قايله قال لك نتيجة لتفاعله السريع مع بعض مكونات الهواء الجوي قايل يسوي مركب هنا يغطي يغطي الصوديوم كيتفاعله إياه مكونات الهواء فهذا الأبيض مو صوديوم هذا مركب يمكن أكسيد الصوديوم كي شي ثاني لكن هذا صوديوم نقي معلومة سريعة عن الصوديوم الصوديوم هو الفلز القلوي الوحيد اللي ينتجون منه كميات كبيرة تنتج منه كميات كبيرة إيش لون نحصل الصوديوم في الحالة الحرة شين يعني في الحالة الحرة يعني بس صوديوم قايلت شذي يعني مو داخل مركب بس أنا قال لك نسوي عملية اسمها الاختزال رح ندرسها إن شاء الله في الكورس الثاني باختزال كتيونات الصوديوم في عملية اسمها التحليل الكهربائي يكهربون مصهور كلوريد صوديوم يصهرونه ويكهربونه فينتج من هذه العملية الصوديوم والكلور هذه المعادلة شنو محفظة هذي أنا حاطها لكم عشان تفهمون يبكلوريد صوديوم الحلة لتحليل الكهربائي يطلع لنا الصوديوم بروح يطلع لنا الكلور بروح شنو استخدامات الصوديوم يستخدم الصوديوم كمصدر ضوئي في مصابيح بخار الصوديوم هذي حتى ما اللوازم عائلة تمر تقول لو سمحت عندك لات صوديوم لمبة صوديوم يقول لك اي موجودة انتاج المواد الكيميائية هذا معروف تبريد المفاعلات النووية يلا سترك حيث يمتص الصوديوم الحرارة بسرعة من لب المفاعل يعني من قلب المفاعل من داخل وبعدين يسحبون الصوديوم يضخونه عبر مضخات يطلعونه بره المكان عشان يطلع الحرارة اللي يكتسبها من المفاعل هيدروكسيد الصوديوم مادة مشهورة تستخدم في انتاج مواد تستخدم في تسليك البالوعات والله العظيم ان البالوعات مكتوبة في كتابك أنا ما يبشي من عندي فهذه دعاية حق هيدروكسيد الصوديوم يستخدم في تسليك البالوعات يستخدم المحلول المائي لهيبوكلوريت الصوديوم هذه مادة ثانية تحتوي على الصوديوم لتبييض الملابس ويعتبر بديل عن ماء الأكسجين اللي كانوا قبل يبيضون في الملابس بس شوي في خطورة فقاموا يستخدمون هذا الهيبوكلوريت مالصوديوم اللي احنا نسميه شنو نزين شنو الخواص الكيميائية للفلزات القلوية اول شيء هي اكثر الفلزات المعروفة نشاطا نشاطا يعني تتفاعل بسرعة وبكميات كبيرة بس انتبه حق شغلة ترى الهيدروجين موجود بالمجموعة واحد ايه بس شبه فلز وليس فلز فما لا شغل بالسالفة اللي قاعدين نقولها اكثر الفلزات القلوية نشاطا وهو السيزيوم والروبيديوم هذه صورة منه السيزيوم ايك سؤال يقول لك علن لا توجد الفلزات القلوية منفردة في الطبيعة يعني ما تلقي الصوديوم مكتوط بروحها بالبر ولا ما تلقي البوتاسيوم طايح بروحها بغابة قال لك لكنها توجد متحدة مع لافلزات كأملاح قلوية انت سوي أملاح الإجابة لكثرة نشاطها الكيميائي ما تعرف تقعد في التفاعل مع الناس وتسوي مركبات هذه صورة ملح الطعام الله يخليك لا تكبل ملح تشديد لا تفضحنا جدام أمك زين بعدين نتي كل ممعاذي شلال حط الصورة وحسبي الله على ممعاذي ونحن ناكسين الفلزات القلوية تتفاعل مع الماء كل فلز يتفاعل بشدة مع الماء حتى لو كان هذا الماء يشنو بارد وينتج غاز الهيدروجين ومحلول من هيدروكسيد هذا الفلز هذا التفاعل شديد وسريع وطارد للحرارة يعني ينتج حرارة تطلع مننا حرارة يصير المكان حار لدرجة أن الهيدروجين يشتعل لما يتكون شوفوا إياي الصوديوم لما نحطه بالماء يش يهبب طالع 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 هذه شوية صوديوم خذاها الريال وحطها بالماء وقب ليش قب في سبب طالع الحنق يتفاعل ينتج غاز الهيدروجين شب غاز الهيدروجين من كثر ما التفاعل يضرد حرارة ينتج حرارة بعدين انبط القوطي يساتر من قوة الحرارة الناتجة طالع شون احترق غاز الهيدروجين بشدة تفاعل الفلزات القلوية مع الماء حتى لو كان هذا الماء بارد التفاعل شديد وهذه المعادلة مطلوب حفظها عليك مثل كل المعادلات الموجودة في كتابك يقول لي علل يمنع لمس الفلزات القلوية مباشرة باليد بدون ارتداء قفازات اقولها لانها تتفاعل بقوة مع الرطوبة مرطوبة ماء الرطوبة الموجودة في جلد الانسان طالع هذا الشون محترق ايده انصبت عليه واحد من اولا ما نقيل لكم خلاص انزيل لو قال لي علل يتم تخزين الفلزات القلوية دائما تحت سطح الزيت او الكيروسين هالشكل شوف هذا الصوديوم صابين عليه زيت مخزنين بهالطريقة ليش قال لك لحفظها من التفاعل مع بعض مكونات الهوى الجوي لو خلنا بالهوى بتفاعل معاه ويصير الشكل اللي شفناه قبل شوي الطبقة البيضة اللي صارت فوقه من المعادلات المهمة تفاعل الفلزات القلوية مع الاكسجين استاذ نحفظ هذول ايه ايه لش حاطلك ياهم نصور معاهم ايه تحفظهم كل المعادلات اللي بكتابك الله يخليك تحفظها فلما يتفاعل الاكسجين مع الفلزات القلوية ينتج مركبات صلبة هذه المعادلة يسمونها المعادلة العامة للتفاعل هذه اسمها المعادلة العامة للتفاعل شن يعني ام يعني اي فلز قلوي من الشباب هذول فلو حطينا اربعة من الصوديوم لازم نكتب الاربعة هذي لا الارقام الكبيرة مو لازم تكتبها لكن الارقام الصغيرة لازم تكتبها عشان ما تعافس الدنيا عندي الصوديوم زائد الاكسجين يعطيني اكسيد الصوديوم بوتاسيوم مع الاكسجين يعطيني اكسيد البوتاسيوم ليثيوم مع الاكسجين يعطيني اكسيد الليثيوم تحفظ هذه المعادلات كلها كذلك التفاعل الفلزات القلوية مع الهالوجينات هذه المعادلة العامة ام يعني اي فلز من الشباب هذول رح يتفاعل وينتج الصوديوم مع الكلور كلوريد صوديوم بوتاسيوم مع الكلور كلوريد البوتاسيوم ليثيوم مع الكلور كلوريد الليثيوم سيزيوم مع الكلور كلوريد السيزيوم أستاذ نحفظ الأرقام الكبيرة لا أستاذ نحفظ الأرقام الصغيرة إي ليش لأن هذه تفرق هذه ما تفرق وايد رح نأخذها الكورس الثاني مثل ما لاحظت وهذا الدرش يعتمد وايد على حفظك للمعلومات اللي انقالت هذه هي طبيعة المادة في هذه المرحلة يارب تكون استفادته والحمد لله رب العالمين